موسيقى مع تصاعد التظاهرات البرلمان الأوروبي يقطع علاقاته بطهران ورئيس المخابرات الإسرائيلية يقول أن حراك إيران بدأ يتحول لثورة موسيقى الحكومة اليمنية تعتبر استمرار استهداف الحوثيين للمنشآت الاقتصادية تصعيدا خطيرا وتدعو المجتمع الدولي للضغط على الانتظام الإيراني لوقف تدخلاته موسيقى المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو للالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار وواشنطن تحث على عدم التصعيد موسيقى وفي النشرة أيضا واشنطن تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب ممنهجة في أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يشدد على أنها مقامرة روسية نووية موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لأهم الأنباء أعلن البرلمان الأوروبي وقف أي اتصال مباشر بين أعضائه ونظرائهم الإيرانيين حتى إشعار آخر وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا في بيان إن القرار يأتي ردا على عقوبات فرضتها طهران ضد كيانات وشخصيات أوروبية الشهر الماضي وحثت ميتسولا السلطات الإيرانية على التوقف فورا عن إصدار أحكام الإعدام ضد محتجين معتقلين بالبلاد اعلن قاد قوى الأمن الداخلي في محافظة سستان وبلوشستان جنوب شرق إيران عن مقتل شرطي في إطلاق نار بمدينة زاهدان نقلت وكالة إرنا قولها إن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار باتجاه دورية شرطة في زاهدان مضيفا أن المسلحين لاذوا بالفرار فور تنفيذ الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة ضابط من الشرطة قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الجنرال أهرون حليفة قال إن الاحتجاجات التي تهز إيران بدأت تتحول إلى ما يشبه انتفاضة شعبية موضحا في الوقت نفسه خلال حديثا في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب أنه لا يرى خطرا حقيقيا على النظام الإيراني في الوقت الراهن حليفة أشار أيضا عند النظر إلى بعض الحوادث بحسب قوله وتوقيت وقوعها والأضرار التي لحقت بمؤسسات السلطة ورموزها وعدد القتلى قال إنه يجد أن هناك شيء مختلف يحدث ويؤرق النظام بشدة قال متحدث باسم الخارجية الألمانية بعد محادثات مع الولايات المتحدة نابرلين تتفق مع واشنطن على تحويل التركيز بشأن الاتفاق النؤوي إلى قمع المحتجين في طهران وسبل دعمهم لمواجهة العنف مضيفا أنهم يمارسون ضغوطا على النظام الإيراني لإيقاف حملة قمع المتظاهرين أكد موقع نت بلوكس لمراقبة الإنترنت حدوث تعطل كبير في الخدمة في إيران وقال الموقع في تغريدة إن الإنترنت عبر الهاتف المهمول مقطوع عن العديد من المستخدمين في إيران السادس عشر من سبتمبر الماضي بدأ نقطة تحول في إيران القصة بدأت بضربة قاتلة تلقاها رأس الفتاة العشرينية الكردية الإيرانية مهسى أميني داخل مركز شرطة الأخلاق في العاصمة طهران إثر اعتقالها بحجة عدم ارتدائها الحجاب الكامل في اليوم التالي وبعد الإعلان عن وفاة أميني خرجت احتجاجات شعبية عفوية في مسقة رأسها لتنتقل إلى سائر المدن الكردية بعد ذلك انتفضت عشرات المدن الإيرانية الكبيرة في مختلف المحافظات وخرج الآلاف من أصفهان في الوسط إلى مشهد في الشمال الشرقي مرورا بشراز جنوبا ورشد في الشمال وفي محافظة بلوشستان خرج الأهالي إلى الشوارع وواجههم الأمن بالرصاص الحي ما أسفر عن ما يقارب تسعين قتيلا من البلوش النساء والفتيات التي حملت الاحتجاجات شعارا ينصب على مطالبهن أولا النساء الحياة الحرية يشاركنا بقوة في تلك الاحتجاجات مئة الطلاب في أكثر من 142 جامعا دفعوا خارج بواباتها وأغلقت المحال تجارية مرارا أبوابها للتضامن مع المحتجين بالإضافة إلى مشاركة أطباء ومخرجين وفنانين ورياضيين وإعلاميين منهم من شارك على الأرض وآخرون حازوا بمواقفهم علنا إلى جانب شعبهم في العشرين من نوفمبر الجاري تجددت الاحتجاجات في المدن الكردية غربي إيران ونقلت السلطات وحدات الحرس الثوري الإيراني والقوات الخاصة إلى مدينة مهاباد الكردية في أذربيجان الغربية وبعد يوم واحد على قمع مهاباد خرجت تظاهرات حاشدة شهدتها مدينة جوان رود وبيران شهر الكرديتان غربي إيران رد النظام على المحتاجين بإطلاق النار بشكل مباشر وعبر القناصة وشهدت مدينة بوشهر هي الأخرى التي تقع جنوب إيران على الخليج مظاهرة حاشدة أمام مقر المحافظة وردت قوات الأمن على المحتاجين بإلقاء الغاز المسيلي للدموع حنان المصري الحدث قالت الحكومة اليمنية أن استمرار استهداف الميليشيا الحوثية للمنشآت الاقتصادية يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه مفاقمة الوضع الإنساني وتهديد الملاحة والتجارة الدولية وأكدت الحكومة أن الاعتداءات المتكررة على المنشآت والعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية وأكد البيان أن ميليشيا الحوثي أقدمت في هجومها الجديد بالطائرات الإيرانية المسيرة على استهداف ميناء الضبا النفطي بحضر موت أثناء رسو إحدى السفن النفطية التجارية في الميناء غير مكترثة بمخاطر وآثار الاعتداءات داعية إلى تصنيف الميليشيات الإرهابية كمنظمة إرهابية دولية اتهم وزير الدفاع اليمني ميليشيا الحوثي بإيواء عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة وإمدادهم بالسلاح في مناطق مختلفة تسيطر عليها الميليشيا وقال وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية خلال لقاء مع السفير الأمريكي إن الأمر بات يستوجب حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار هذا فيما أبدى السفير الأمريكي في اليمن أسفه حول عدم استعداد الحوثيين للتوصل إلى حل وسط أدى إلى انهيار الهدن الأممية التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الماضي معرباً عن خلقه من احتمالية تجدد التصعيد في البلاد بعد هجمات الحوثي على الموانئ كما وطالب الحوثيين بوقف تهديداتهم للتجارة البحرية الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات قل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نت برايس في بيان إن الولايات المتحدة حثت على عدم تصعيد العنف في سوريا ذلك بعد هجمات انتقامية متبادلة شنها الجيش التركي وميليشيا كردية برايس قال إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض أي عمل عسكري غير منسخ في العراق ينتهك سيادته أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار أنه تم تحييد 184 إرهابياً منذ انطلاق عملية المخلب السيف بدعم بري وجوي أكار أوضح أنه تم خلال العملية استهداف مناطق قنديل وأسوس وهكورك في شمال العراق كما تم استهداف عين العرب ومنبج ومنطقة زورمغار وتل رفعت والجزيرة والملكية في شمال سوريا وبحسب أكار تم تدمير 89 هدفاً بينما أيضاً من بينها ملاجئ وكهوف وأنفاق ومستودعات في المرحلة الأولى من العملية فقط هذا فيما دع المنبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون جميع الأطراف إلى الالتزام بكافة اتفاقات وقف إطلاق النار واحترام سيادة البلاد وبحدة أراضيها بيدرسون الذي غرد قائلاً أنه سينخرط مع جميع الأطراف في محادثات بصيغة أستنى يومي الثلاثاء والأربعاء مضيفاً أنه سيحث جميع الأطراف على احتواء الموقف في سوريا وحماية المدنيين ووقف التصعيد والتركيز على العملية السياسية شيع الأكراد في القامشلي 12 شخصاً قتلوا في الغارات التركية التي استهدفت مناطقهم ليلة السبت الماضي وتوعد المشيعون بالانتقام لقتلهم وذلك خلال المراسم التي حضرها نحو عشرة ألاف شخص صرخاتهن صوت للألم ألم لفقدان 12 شخصاً قتلتهم تركيا في غارات جوية على الأكراد ليلة السبت المنصرم يسود التوتر كل الجبهات من ديرك إلى من بجعل طول الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه قسد وقصف مدفعي يطال مواقع مدنية وعسكرية تنتهي بنتائجها هنا بمزيد ممن يفارقون أحبتهم وذويهم مدنيون وعسكريون وصحفيون قتلوا في الضربات التركية الأخيرة نطلب من جميع الدول أن توقف الهجمات التركية ماذا فعلنا لهم؟ لم نهاجمهم ولم نسرق أموالهم لماذا يهاجموننا؟ نحن على أرضنا وفي وطننا لذلك لا نعرف أي تفسير لصمت الدول الكبرى صخط شعبي رافقه تهديد قسد بالرد على الغارات التركية في الوقت المناسب وربما تكون العمليتان العسكريتان في كلس التركية وقرقميش بدايته بين حلم الأكراد في رؤية كردستانهم الموعودة وعمليات تركيا المستمرة لإجهاضه تبقى هذه البقعة ساحة مفتوحة للقتل والقتال مع غياب أي أفق لحلول سياسية أو عسكرية تنهي هذا الصراع من مدينة ديريك شمال شرق سوريا جمعكاش الحدث الحدث ذكرت مصادر خاصة للحدث أنه تم وضع خريطة طريق تحديداً لعودة الاتصالات والتنسيق بين مصر وتركيا مشهرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استضافة القاهرة لوفد تركي لترتيب عودة الاجتماعات الأمنية والاستكشافية مرة أخرى القاهرة لديها متطلبات في الملف الليبي تتمسك بوجود توافق حوله لإنجاح عودة العلاقات كشفت أن هناك وساطة لعقد قمة وزراء خارجية بين البلدين إضافة إلى المسؤولين الأمنيين لمناقشة وضع خريطة طريق لعودة العلاقات وتوجد ملفات أخرى عالقة منها العلاقات مع اليونان وقبرص وترسيم الحدود التركية مع ليبيا وملف الغاز الخاص بدول الشرق المتوسط تركيا أكدت للجانب المصري أنها لازالت بصدد اتخاذ إجراءات جديدة ضد عناصر تابعة للإخوان تقيم على أراضيها وتحرد على مصر والقيادة السياسية أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول 1055 ملف ترشح بصفة نهائية فيما قضت المحكمة الإدارية بإعادة مترشحين اثنين أو مترشحين اثنين إلى سباق الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل حسم الجدل القانوني والقضائي وحتى تنظيمي وحول المصاري المتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة هيئة الانتخابات تعلن عن قبول 1055 ملف ترشح لهذه الانتخابات بناء على قرار المحكمة الإدارية المشرفون على هيئة الانتخابات يقولون إن قرار المحكمة يؤكد سلامة قراراتها رغم التشكيك ومحاولة ضرب المصاري الانتخابية الحملة مش غريبة الحملة انتلقت حتى من قبل تنصيب هذا المجلس انتلقت في إتار استفتاءة ثم تواصلتها في إتار انتخابات تشريعية الحملة هدفها سياسي معلن ومكشوف هو ضرب مصاري الانتخابات محاولة إرباكها ومحاولة إفشالها ومحاولة تأجيلها ومع بداية العد التنازلي لإجراء الاستحقاق التشريعية يؤكد المشرفون على هيئة الانتخابات جاهزيتها بوصفها الجهة المنظمة للعملية الانتخابية بينما تختلف الأراء حد التضارب بين المعنيين بالشأن الانتخابي حول القوانين المعتمدة وشروط الترشح وطبيعة الحملة الانتخابية ورغم سلامة الإجراءات القانونية عملت هيئة الانتخابات على تبسيط بعض المسائل الغامضة المتعلقة بضبط قواعد تمويل الدعاية وطبيعتها وإلغاء التمويل العمومية وتمويل الأحزاب ومرشحيها مقابل السماح بالتمويل الذاتية مسائل تباينت حولها أراء المترشحين والمنظمات العباد تطلب في التلافي وتسل في أسهلها في تلات السنة في جوابات معينة غيرها ليست تقنية بمعنى القانون لأنها كانت تبسيط بشأل أقل الناس تفهم روحها وتعرفت لاش تعمل قانون كان صارم شوية في ظرف وجيزة نبدأ نهار 25 معندها نتصور أنا حتى المترشح على حسب ما شفت هناك الأسئلة كانت كثيرة جدا من المترشحين كانت بعض التسؤولات اللي هي وبعض الغموض حول التمويل كل مترشح داخل الانتخابات محظر روحه مع القانون الانتخابي طوما مش معقول بعض التسكيات وبعض مرحلة التسكيات خطر هي أهم مرحلة نجيو بش نعود ونرجو ونحكيه على التمويل العمومي اللي تنحق وفي وقت رفضت محكمة القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإبطال الانتخابات تقضي الرزنامة بانطلاق الحملة الانتخابية بعد أربعة أيام إلى غاية السادس عشر من ديسمبر المقبل قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع في الداخل وليد عبدالله الحدث تونس أعلن الدفاع المدني العراقي مقتلى أربعة أشخاص في محافظة دهوك بسبب انفجار وقع في قسم داخلي كما أصيب سبعة وعشرون آخرون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مليون ومئتين وخمسة ألاف برميل نفط واستحر صن حكومي جاد على إقرارها أملت بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد يقف بائع الشاي العراقي هذا على ساقيه أكثر من نصف النهار ليجمع بعض الدنانير وهنا بائع آخر بثياب رثة يعمل بسلق الحمص فأي مهنة في العراق باتت احتمالا واردا لتؤمن لقمة العيش احنا نريد الأموال هاته ترجم للشعب يعني الريد تبليط الريد كهرباء الريد تعيين بلنا تحتية يعني الفلوس أو هاي الميزانية الهائلة ريدت نصرف على البلد ريد نشوف تحسن بالبلد ماكو احنا جاعد الدول تتقدم لي قدام وحنا نرجع لورا ليه شن السبب يعني أنا خريج خامس أكبر بلد في احتياطي النفط في العالم تزدحم أسواقه بأناس باتت جيوبهم شبه فارغة إلا أن أملا جديدا يلوح في الأفق فالموازنة العامة لعام 2023 اقتربت وهي أكبر موازنة في تاريخ البلاد أمر ينتظره العراقيون علّه يعيد موازنة كفتي الميزان في حياتهم أتوقع في هذه الموازنة بما أن السيد رئيس الوزراء مشروع الانتخابي كان هو معالجة يعني تخفيف الفقر وتخفيف معدلات البطالة وأضيف إلها موضوع الخدمات فيفترض أن الجزء الأكبر من هذه التخصصات توجه إلى الرعاية الاجتماعية تخفيف مشكلة البطالة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بالدرجة الأساس والطرق يعني هذه الخدمات اللي على مساس بحياة المواطن موازنة عام 2023 ملف يعامل بكامل الجدية ومن المتوقع أن تكون الموازنة حوالي 150 تريليون دينار عراقي إذا استمر العراق بتصدير مليون ومائتي وخمسة آلاف برميلا يوميا ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع ولمتسع أكبر لتطوير القطاعات الصناعية والسكنية وفق التوقعات كل هؤلاء الباعة ينتظرون أن يجلس المال في جيوبهم وقتاً أكثر بقليل الغلاء وسوء الأحوال المعيشية أكسب العملة سمة متفردة ففي العراق بلمح البصر تطير الدنانير تحدثت الخارجية الأمريكية عن تورط موسكو بعملية إعظام جماعية بحسب تقارير في أوكرانيا وقالت الخارجية في بيان لها أن ما قامت به موسكو يرقى إلى مستوى جرائم حرب ممنهجة في مناطق أوكرانية عدة كما وجددت الخارجية الأمريكية دعمها للتحقيق في الوقاع كافة بما في ذلك الهجوم على المدنيين وترحيلهم قصراً أبدأ منصق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب أوريل قلقه البالغ من انقصف محطة زبروجيا النووية في أوكرانيا خلال اليومين الماضيين اعتبره غير مقبول وقال أنه يجب انهاء ما وصفها بالمقامرة النووية من جانب روسيا التي تسيطر على المحطة وتشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي وسط أنبئن عن استقالة موظفين أو موظفين آخرين من شركة تويتر يبدو أن الملياردير الأمريكي ألون ماسك لا يكف عن زخ تغريداته وأحياناً يتخذ قراراً مضامناً بحياته الشخصية تماماً كما حدث حينما طلب أحدهم إعادة حساب المنظر الأمريكي وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز فكان الرد ماسك مزلسلاً زلزال التسريحات أو عاصفة الاستقالات لا فرق كلاهما ينذر بكارثة في تويتر فالدخول من باب الشركة حتماً ليس كخروجه عدوى هجران تويتر لم تقتصر على أفراد بعينهم بل إن شركات بأسرها حولت مساراتها إلى منصات أخرى بسبب ترنح التطبيق على أيدي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نسف الموظفين إلى النصف ثم قال لبقيتهم إما أن تعملوا بتفان غير مشروط وإلا فرحلوا وفعلاً غادروا بلا أن ينظروا وراءهم ليتركوا الطائر الأزرق بأجنحة تعتصر ألف موظف ما زالوا صامدين رغم أنهم قد يغيرون آراءهم لاحقاً فالإفلاس وارد في ظل تراجع الإعلانات التي تمثل 90% من دخل الشركة أما ماسك الذي يصر على أن عصفوره حي يرزق ولا قفص سيكبح نشاطه يمطر المستخدمين بغزارة تغريداته وبين الحين والآخر يبدو أنه يضمنها شيئاً من حياته الخاصة آخرها حول إمكانية إعادة حساب المنظر الأمريكي وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز بشأن مذبحة وقعت في مدرسة عام 2012 وراح ضحيتها 28 طفلاً ليأتي الجواب صارماً ومستذكراً به مرارة فقد ابنه الذي لم يتجاوز العشرة أسابيع هذا الغني المصنف كأحد أثرياء العالم سبق وأنصرح أيضاً بأنه مشرد بلا منزل يأويه وحياته ليست مترفة كما يخيل للبعض وبغض النظر إلى أن العودة إلى أحضان تويتر لم تكن برفع الحظر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فحسب وإنما على مغني الراب الشهير كاني ويست الذي سبق واتهم بمعاداته السامية حينما ارتدى قميصاً كتب عليه حياة البيض مهمة ليبدو ماسك بشكل أو بآخر متضامناً معه ولمن لا يعرف فإن ماسك الذي ولد في الثامن والعشرين من يونيو عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في بريتوريا أمه كندية وأبوه من جنوب أفريقيا ذو أصول هولندية وبريطانية أي أنه ثلاثي الجنسية آخرها حصوله على الأمريكية قبل عشرين سنة أنامله ترعرعت على حب القراءة وكان شغوفاً بأجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات لكنه مصاب بمتلازمة أحد اضطرابات الطيف التوحد أسبرغر التي وصفها خبراء الصحة بأنها قد تكون نقطة قوة في إنجازات وابتكارات ماسك الذي ينوي أن يحلق مع طائره الأزرق بنسخة محدثة يقول فيها وداعاً لتويتر القديم إسراء الصغير الحدث بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختم جولتنا الإخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة